اشتركوا في القناة نحتاجوا في تطبيقاتنا في الحالة العملية بالمعلومات المعرفية والنظريات الرياضية النهاردة جايلكوا بدرس جديد ودرس مهم جدا وبيحصل معانا في كل مكان بنكون فيه الدرس الجديد اللي جاي بالنهاردة هو درس الاحتكاك النهاردة حنحسب يعني ايه احتكاك بس انا عايز اعرفك حاجة الاول هو الاحتكاك ده موجود تطبيقاته في كل الاوقات اللي بنحس بيها في حياتنا او في كل الاوقات وفي كل العمليات اللي بنعملها في حياتنا الاحتكاك ده بيحصل في الفرامل بتاعة العربية علشان اعمل عملية اقاف للطراط اللي بتلف الاحتكاك ده اقولك حاجة بسيطة كمان الاحتكاك ده اللي انت بتعمله ساعة ما بتكون بردان شوية الصبح في ايام الشتة وبتعمل احتكاك ما بين ايديك وبعضيها طيب هو انا دلوقتي شفت الاحتكاك لا ما شفتوش طب هو انا حسيت بيه اه انا حسيت بيه طب هو انا لو جيت اعرف الاحتكاك دلوقتي حقول معنى كلمة الاحتكاك ايه حقول هو قوة كمنا ما بين سطحين بس السطحين دول لو املسين يعني السطحين دول نعمين مش هيحصل ما بينهم احتكاك عشان كده لما اجي اعرف الاحتكاك حقول هو قوة كمنا ما بين سطحين خاشنين وبتظهر امتى لما بحرك احدهما على الاخر زي ما انا عملت في ايدي كده طب هو انا لما اجي احسب الاحتكاك ايه الحاجة المهمة اللي لازم اكون حاطتها في دماغي سوابت اقولك عندي حاجتين مهمين جدا الحاجتين دول هما ان انا عندي دايما قوة وافعال بتأثر على اي جسم ممكن الحاجة الاولانية تكون القوة دي قوة افقية يعني بتشد الجسم لأي اتجاه وممكن تكون قوة رأسية زي قوة التساقل والوزن مثلا طب انا دلوقتي حيفيدني ايه الكلام ده في الاحتكاك حيفيدني حفكرك بحاجة بسيطة هو العربية وهي لسه بتتحرك لو العربية ديت لو انا عندي عربية والعربية ديت الراجل اللي بيسوقها بدأ يدوس بنزيم وهي وقفة مش انت بتحس ان العربية ميلة للخلف شوية وهو بيدوس البنزيم علشان يدي قوة لعملية السحب اه يعني هو بيشد بقوة العربية بمطورها للامام وفي حاجة تانية بتأثر للخلف ده دا وهي على ايه وهي على وشك الحركة وهي في بداية الحركة حلي بالك من كلمة وشك الحركة دي وشك الحركة دي يعني لسه بيبدأ حركته لان الكلمة دي اللي حتخليني اعتبر اي مسألة من المسائل ان بقى فيه عندي احتكاك يبقى انا دلوقتي الحاجة الاولانية ان لو عندي قوة افقية قوة زي اللي بتشد العربية وانت راكب العجلة بتاعتك ولسه بتاخد اول ضغط على البدالة بتحس ان العجلة مجدودة الورا وبتبدأ تضغط فبتتحرك لقدام يبقى القوة اللي قدام عكسها دايما حاجة الورا وطالما الجسم متزن يبقى القوة دي بتساوي القوة دي طب اللي ورا ده ايه هو انت مش اول راجل ما بيطلع بالعربية لو تحرك بسرعة كده بتلاقي ان فيه اثار على الارض نتيجة احتكاك الكاوتش بالاسفل اه مكان الاحتكاك ده اه بص احنا رجعنا وقلنا ايه قلنا احتكاك يعني القوة اللي ظهرت اثارها على الارض دي قوة ايه قوة احتكاك وهو ده درس النهاردة يبقى الحاجة الاولانية اللي تخلي بالك منها ان دايما لو عندي قوة بتشديني لامام فيه عكسها قوة بتشديني للخلف طب انت دلوقتي لو حاجة وقعت منك على الارض اول ما بتقع على الارض بتسكن ولا لما بتقع على الارض بترتد تاني ايه بترتد اه يعني دايما لكل فعل رد فعل لكل فعل رد ايه رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه طب تعالا مع بعض كده نشوف ايه هي الاشكال اللي بيبان فيها الاحتكاك وانا ححسب الاحتكاك ازاي نبص كده مع بعض عندي هنا الاحتكاك اولاد الاحتكاك ده بيظهر عندي وبيبان زي ما قلتلكم نبص كده مع بعض على الاسلايت انا عندي هنا الاحتكاك بيبان مثلا لما يكون عندي سيارة زي دي والسيارة دي بتبدأ تتحرك لما بتبدأ تتحرك اصار الاحتكاك بتكون خلفها يبقى دلوقتي الاحتكاك ده بيظهر في عكس اتجاه الحركة بيظهر في عكس اتجاه الحركة خلي بالك من المعلومة دي كويس طيب تعالا نشوف حاجة تانية يبقى انا دلوقتي كعريف كلمة الاحتكاك هي او هو قوة كمنة ما بين جسمين ايه خاشنين جسمين خاشنين لو الجسمين املاسين يبقى ما فيش احتكاك ما بينهم يبقى هو قوة كمنة بين جسمين خاشنين لا تظهر الا عند محاولة تحريك احدهم على الايه على الاخر طيب تعالا نشوف تعريف كمان خلي بالك لازم تحفظ التعريف دي عشان هيجيلك اسئلة نظرية غير المساء اهم ما يميز قوة الاحتكاك ايه رقم واحد بيقع خط عملها داخل مستوى التماس مكان الاحتكاك في نفس المستوى اللي بيحصل في التماس ما بين الجسمين الخاشنين طيب نمرة اتنين تعمل في الاتجاه المضاد لاتجاه الحركة لسه ايلين لكل فعل رد فعل مساوله في المقدار ومضاد له في الاتجاه ولما السيارة هتتحرك للامان شكل الاحتكاك او اثار الاحتكاك هتكون في الخلف نمرة ثلاثة بيزداد الاحتكاك الى ان يصل الاحتكاك النهائي ويكون الجسم على وشك خلي بالك انا رجعتك في الكلمة دي في بداية الحلقة وقلت لك كلمة وشك الحركة دي معناها ان بداية الجسم ومعنى كلمة احتكاك عشان احسب قوة الاحتكاك النهائي دي لازم يقولي في اي مسألة ان الجسم على وشك الايه وشك الحركة ويظل بهذه القيمة عند حدوث الايه الحركة طيب تعال معايا كلمة الاحتكاك النهائي بنرمزله بالرمز كاف وهو قوة تنشأ ما بين الجسمين عندما يكون احدهما على وشك الحركة كلمة وشك الحركة اتكررت كتير معايا يبقى لازم نخلي بالنا منها يبقى تعريف الاحتكاك النهائي هو القوة اللي بتنشأ لما يكون الجسم على وشك الايه الحركة يبقى على طول اول ما يقول ان الجسم على وشك الحركة تحط في عكس اتجاه الحركة قوة الاحتكاك النهائي دي طيب تعالى كمان تعريف عندي حاجة اسمها معامل الاحتكاك وبنرمزله بالرمز ميم وخلي بالك بقى هنا علشان معامل الاحتكاك لما حسألك فيه مش هيكون السؤال تعريفه بس اللي هو ده هو النسبة ما بين قوة الاحتكاك النهائي كاف ورد الفعل العمودي ره النسبة ما بين قوة الاحتكاك النهائي كاف ورد الفعل العمودي ره عايز اقولك على حاجة مهمة جدا تخلي بالك منها عايز اقولك على حاجة تخلي بالك منها كويس ايه هي الحاجة دي؟ الحاجة دي ان قوة الاحتكاك النهائي دي لازم تكون وانت بتحسب المسائل هي أقل من الواحد الصحيح تيجي ربع تيجي تلت تيجي نص المهم إنها أقل من الواحد الصحيح وقوة المعامل الاحتكاك هو اللي أقل من الواحد الصحيح وبييجي كنسبة من قوة الاحتكاك النهائي ورد الفعل العمودي لأن معامل الاحتكاك ده هو المعامل اللي بيبين الفرق ما بين السطحين أنا عارف إن فيه واحد منهم خشن أو اللي اتنين خشنين بس درجة الخشونة قد إيه هيادية المعامل بتاع الاحتكاك ودايماً حيكون أقل من الواحد الصحيح نمرة اتنين إنه مالوش تمييز مالوش تمييز يبقى المعلومتين اللي تخلي بالك منهم عشان دول ممكن يقولك في أسئلة صحة أو غلط أو في أكمل إن معامل الاحتكاك بتاعي هو النسبة ما بين رد الفعل وقوة الاحتكاك النهائي وهو بيكون دايماً أقل من الواحد الصحيح وبيكون بدون إيه بدون تمييز تعال نكمل مع بعض يبقى أنا دلوقتي معامل الاحتكاك هو النسبة ما بين نبص كده مع بعض هو النسبة بين قوة الاحتكاك النهائي كاف ورد الفعل الإيه العمودي إنت على طول أول ما تلاقي تعريف زي ده فيه جزء في الأول وجزء في الثاني وهو عبارة عن نسبة تقدر من التعريف ده تعمل قانون يعني معامل الاحتكاك مين هو نسبة ما بين قوة الاحتكاك النهائي ومين ورد الفعل العمودي يبقى على طول تقول لي إن مين بتساوي مش ده اللي تذكر الأول يبقى ده اللي موجود في البست كاف وده اللي تذكر التاني يبقى ده اللي موجود في المقام يبقى معامل الاحتكاك لو جبنا من التعريف هو النسبة ما بين قوة الاحتكاك النهائي ورد الفعل العمودي يبقى أكيد احتكاك نهائي على رد فعل العمودي ولو أنا جبت لك القاعدة دي وانت خلاص حفستها حتقدر من خلال القاعدة دي بس أو البست والمقام دول تجيب التعريف فحتقول إن معامل الاحتكاك هو النسبة ما بين قوة الاحتكاك النهائي ورد الفعل العمودي تعال نعمل مسلس نحط فيه البيانات دي علشان لو احتك تجيب أي حاجة يعني إنت لو عايز تجيب معامل الاحتكاك حتقسم قوة الاحتكاك النهائي على رد الفعل ولو عايز تجيب قوة الاحتكاك النهائي حتقول بيساوي معامل الاحتكاك في رد الفعل إزاي بقى أهو حتقول إن الكاف بتساوي الميم في الره يبقى كاف وميم وره أنا لو قلت هنا عايز معامل الاحتكاك يبقى بيساوي قوة الاحتكاك النهائي اللي هي كاف على ره لو قلت عايز الره رد الفعل يبقى أنا حقول كاف على ميم ولو قلت عايز قوة الاحتكاك النهائي حقول بتساوي ميم في إيه؟ ميم في ره طيب تعال معايا يبقى أنا دلوقتي ممكن أروح أوصف بعض الحاجات بما أن أنا قلت لك أن أنا عندي لكل فعل رد فعل مساوله في المقدار ومضاد له في الاتجاه دي سيارة السيارة دي لها وزن الأسفل أنا قلت لك طالما الحاجة لها فعل يعني فيه وزن الأسفل أكيد عكس الوزن ده الفوق فيه رد فعل يبقى الوزن احنا حنرمز له بالرمز واو ورد الفعل حنرمز له بالرمز ره طيب لو أنا عندي قوة هنا بتشد السيارة دي الأمام زي القوة المحرك اللي بيشدها يبقى أنا دلوقتي حيبقى فيه هنا قوة وحنرمز له بالرمز قاف أكيد القوة دي طالما في احتكاك ما بين السيارة وما بين الأرض اللي ماشي عليها يبقى فيه في عكس اتجاه الحركة يبقى لو ده اتجاه الحركة مع القوة والسيارة دي على وشك الحركة يبقى أكيد فيه في الخلف هنا ايه قوة احتكاك نهائي وحيكون رمزها كاف طب تعالوا نشوف معادلات الاتزان اللي احنا هنحل بها هيكون شكلها ايه دي العربة أو الجسم وموجودة على مستوى بتتشد كده بقوة قاف وطالما الجسم على وشك الحركة ويه المستوى ده خشن يعني فيه احتكاك ما بين الجسم والمستوى يبقى فيه قوة احتكاك نهائي عكس اتجاه الحركة عكس القوة وبعد كده اذا كان فيه تحت وزن يبقى فيه فوق رد ايه رد فعل طب انا دلوقتي ممكن يبقى عندي هنا عايز الزاوية الزاوية هنا اللي حصل فيها الاحتكاك فييجي يقول زاوية الاحتكاك اللي بنسميها لام يبقى هي النسبة ما بين قوة الاحتكاك النهائي ورد الفعل العمودي زيها برضو زي مين زي معامل الاحتكاك يبقى انا حقول ظل الزاوية لام ظل زاوية الاحتكاك بيساوي كاف على ره وبرضو يبقى ده بيساوي ايه بيساوي مين طبعا انت معانا كده ان انت هتجيب ظل الزاوية طب انا لو مستر محمد لو محتاجة جيب الزاوية هعمل ايه لو محتاجة جيب الزاوية هعمل على اي الرقم اللي طلع من عندي هنا بيساوي ظل ظالم هعمل على الحسبة شفت تان للرقم ده يقوم يديني الزاوية الاساسية طيب تعالى بعد كده نقول ان انا هعمل هنا معادلات للاتزام بتاعي انا عندي الجسم هو مجدود بقوة في الاتجاه ده وفي عكسه كده قوة احتكاك نهائي في وزن التحت وفي رد فعل الفوق فاذا كان الجسم ده على وشك الحركة يبقى اليمين بيساوي الشمال واللي فوق بيساوي اللي تحت تاني اذا كان الجسم ده على وشك الحركة والمستوى بتاعي خشن يعني فيه احتكاك يبقى اليمين بيساوي الشمال واللي فوق بيساوي اللي تحت يبقى حقدر اقول دلوقتي ان انا عندي لو جيت اجيب رد الفعل المحصل اللي موجود هنا اكيد رد الفعل المحصل ده مش دي قوة رأسية ودي قوة افقية اه يبقى طلامة القوة الرأسية والقوة الافقية وانا عايز اجيب المحصلة بتاعتهم اكيد هي محصلة قوة متعامدتين واجبها بالجزر يبقى رد الفعل المحصل رأسية هو محصلة قوة الاحتكاك النهائي ورد الفعل العمودي يبقى دي المحصلة بتاعتي ويبقى المحصلة بتاعتي هتساوي الجزر التربيعي بصوا كده دي قوة ودي قوة اللي احنا محصلة القوة اللي خدناها في الترم الأول لما كنا بنجيب محصلة قوة متعامدتين يبقى رد الفعل المحصل بساوي ره تربيع زائد كاف تربيع وكده ابقى جيب رد الفعل المحصل لان ده نتيجة وزن او رد الفعل لان الوزن بساوي رد الفعل وقوة الاحتكاك النهائي اللي موجودة في الخلف تعال كده نشوف انا عندي دلوقتي ده مستوى وقوة وقوة احتكاك نهائي وزن ورد فعل تعال نروح نجيب معادلات الاتزان طالما الجسم ده على وشك الحركة والمستوى خشن يعني فيه احتكاك ما بين الجسم والمستوى يبقى اليمين بيساوي الشمال يبقى انا حقول ان قف بتساوي كاف وتبقى دي اول معادلة وبعد كده حقول ان اللي فوق بيساوي اللي تحت يبقى حكتب هنا ره بتساوي واو وتبقى دي تاني معادلة وعلى طول من غير معادلات لازم تبقى عارف ان كاف بتساوي ميمره قوة الاحتكاك النهائي بتساوي معامل الاحتكاك في رد الايه في رد الفعل طب بص كده معايا ده دلوقتي جسم والجسم ده كان له وزن ورد فعل وفي قوة احتكاك نهائي هنا نتيجة ان الجسم كان متحرك في الاتجاه ده بس القوة هنا كانت ميلة احنا عارفين ان اي قوة ميلة لازم تتحلل لمركبتين متعامدتين يبقى انا لو عندي هنا قوة وبتشد الجسم في الاتجاه ده والجسم على وشك الحركة وفي احتكاك ما بين الجسم والمستوى يبقى القوة دي لازم تتحلل عندي عشان اجيب معادلات الحركة يبقى هتتحلل ليه مرة هنا بالجتة يبقى هنا قاف جتة هي هي اللي هي الزاوية دي بالزبط كده ومرة تتحلل هناك تبقى قاف جاه هي يبقى القوة الميلة لازم تتحلل لمركبتين متعامدتين الناحية اللي قفلة معها على الزاوية تبقى بالجاتة والناحية البعيدة هي اللي تبقى بالجاه وبالتالي حاول إن اليمين بيساوي الشماء يبقى قاف جاتة هي بتساوي الكاف اللي موجودة في الشماء يبقى قاف جاتة هي بتساوي ايه؟ بتساوي كاف وبعدين تعال نجيب اللي فوق بيساوي اللي تحت استنى ده اللي فوق مش حاجة واحدة ده اللي فوق في قاف جاهه وره اعمل فيهم ايه مستر محمد تجمحهم فتكتب لي هنا قاف جاهه زائد ره يبقى الكلام ده بيساوي اللي تحت يبقى بيساوي واو يبقى بيساوي ايه بيساوي واو تعال بقى بعد كده نشوف احنا دلوقتي حنقدر نحل المسائل ازاي بعد ما قدرنا ان احنا نستنتج معادلات الاتزام نخلي بالنا كويس معايا كده يا ولاد نخلي بالنا كويس ان انا عندي لازم اجيب معادلات الاتزام من شكل الجسم على المستوى اللي موجود عليه نجيب معادلات الاتزام من شكل الجسم على المستوى اللي موجود عليه نخلي بالنا من النقطة التالية انت عندك قوة لو الجسم على وشك الحركة وفيه احتكاك يعني قلن المستوى خشن يبقى القوة في عكسها قوة احتكاك نهائي دي نمرة واحد نمرة اتنين لو انت عندك وزن بيأثر للأسفل يبقى على طول في عكس الفوق رد فعل فدايما لما يكون الجسم على وشك الحركة فتحط معادلات الاتزان فتقول ان اليمين بيساوي الشمال واللي فوق بيساوي اللي تحت ما تنساش القوة وحدتها نفس وحدة رد الفعل ونفس وحدة قوة الاحتكاك النهائي دي نمرة واحد نمرة اتنين معامل الاحتكاك اللي انت بتجيبه لازم يطلع اقل من الواحد الصحيح لازم يطلع اقل من الواحد الايه الصحيح وفي نفس الوقت لازم اذا كان هو اقل من الواحد الصحيح لازم المعامل الاحتكاك ده يكون ناتج من رد الفعل وقوة الاحتكاك النهائي وما لوش تمييز اقل من الواحد الصحيح وما لوش تمييز اليمين بيساوي الشمال اللي فوق بيساوي اللي تحت وقبل ما تحل المسألة تحلها على إن فيها قوة احتكاك نهائية إمتى؟ لما يقول إن الجسم على وشك الحركة الجسم على وشك إيه؟ الحركة تعالوا نشوف مع بعض أول مثال حنحله مع بعض النهار بيقول لي وضع جسم وزنه 18 نيوتن على مستوى أفقي خشن على مستوى أفقي خشن خلي بالك بقى كلمة خشن إيه؟ دي معناها إن فيه احتكاك ثم شد الجسم بقوة أفقية ماسة للمستوى قوة ماشية مع المستوى مقدرها 6 جزر 3 نيوتن فجعلت الجسم على أيوة أيوة مستر محمد أنت قلت لنا تخلي بالك من كلمة على وشك الحركة خشن وعلى وشك الحركة فإذا كان الجسم على وشك الحركة اوجد نمرة واحد معامل الاحتكاك نمرة اتنين قياس زاوية الايه؟ الاحتكاك تعالوا كده نقول آدي الجسم والمستوى الجسم ده له وزن التحت 18 نيوتن وأكيد طبعا طالما فيه وزن التحت يبقى فيه عكسه فوق رد ايه؟ رد فعل وبعدين تشد الجسم ده بقوة القوة دي اللي كانت 6 جزر 3 فجعلت الجسم على وشك الحركة طالما جعلت الجسم على وشك الحركة يبقى فيه عكس القوة دي في الضار هنا على طول ايه؟ برافو عليكو كإني سامع ولادي كلهم بيقولولي طالما فيه الجسم على وشك الحركة يبقى فيه عكس اتجاه الحركة قوة احتكاك ايه؟ قوة احتكاك نهائي على وشك الحركة يعني ماشي مع القوة يبقى فيه عكس اتجاه الحركة دي قوة احتكاك ايه؟ نهائي على طول نروح رايحين عاملين هامش وناخد البيانات بتاعتنا ونشوف احنا محتاجين ايه يبقى انا عندي الوزن بتاعي اللي كان مدهولي ب18 نيوتن وبعدين اداني القوة ب6 جزر 3 نيوتن وطالما عمل الجسم على واشك الحركة وهو طالب مني معامل الاحتكاك يعني طالب مني ميم بتسوي كام وقياس زاوية الاحتكاك يعني عايزنا جيب اللام بتسوي كام تعالى نحط معادلات الاتزان معادلات الاتزان يبقى اليمين بيسوي الشمال واللي فوق بيسوي اللي تحت يبقى عندي قاف بتسوي كاف وما تنساش ان قاف اساسا كان ب6 جزر 3 يبقى قاف بتسوي كاف بتسوي 6 جزر 3 يبقى انا كده عرفت ان قاف ب6 جزر 3 وكاف كمان ب6 جزر 3 وبعدين نقول ان اللي فوق اللي هو الره رد الفعل بيسوي الوزن يبقى رد الفعل بيسوي الوزن وبما ان الوزن كان بيسوي 18 يبقى ره بتسوي وهو بتسوي كام 18 نيوتت طب تعالى أنا عايز أجيب ميم عايز أجيب ميم وإحنا مش لسه إليين إن كاف بتساوي ميم ره يعني أنا ممكن أعوض دلوقتي أنا عندي المعطيات تعالى نعوض مكان الكاف ب6 جزر 3 هاي قاف بتساوي كاف 6 جزر 3 خدتها وعوضت مكان الكاف وحقول بتساوي الميم اللي أنا عاوز أجيبها في الره اللي هي بتساوي وهو بتساوي 18 يبقى أنا عندي دلوقتي ميم هتساوي طبعاً الطرف اللي مفهوش رموز على الطرف الثاني السايب على اللي مربوط بالرمز يبقى الكلام دا بيساوي 6 جزر 3 على 18 يبقى الكلام دا حيطلع لي بكام آه حيطلع لي بواحد على جزر 3 يبقى أنا كده جبت الميم اللي هو معامل الاحتكاك بقى بواحد على جزر إيه على جزر 3 هكتبه هنا عشان أبقى أعرف إن أنا جبت أول مطلوب تعالى نجيب بعد كده اللام وإحنا مش لسه إلينا إن اللام هي زا لام بتساوي مين آه زا لام بتساوي كاف على رهي بتساوي مين بتساوي مين يبقى الزا لام بقت بتساوي واحد على جزر إيه على جزر 3 طب دي زا لام يا مستر محمد أنا عايز لام بس زا لام يعني ظل الزاوية فأنت تضغط على الآلة الحزبة shift 10 أو inverse 10 وواحد جزر 3 حيديك إن الزاوية بتاعتك بلام بتساوي 30 درجة يبقى أنا كده جبت كمان زاوية الاحتكاك بتساوي 30 درجة أكتب هنا إن أنا جبت 30 درجة يبقى أنا كده حققت المطاليب اللي مطلوبة مني تعالى نشوف مثال تاني بيقول لي وضع جسم مقدار وزنه 15 نيوتن وضع جسم مقدار وزنه 15 نيوتن على مستوى أفقي خشن وشدة بقوة تميل على الأفق بزاوية 30 درجة آه في قوة هنا ميلة أكيد زي مستر محمد ما قال في أول حلقة إن القوة الميلة لازم تتحلل لمركب تين فتعالى كده ناخد اللي متقال هنا في المسألة ونروح نحوله الرسم وضع جسم مقدار وزنه 15 نيوتن على مستوى أفقي خشن وشدة بقوة تميل على الأفقي 30 درجة وكانت قوة الاحتكاك النهائي قوة الاحتكاك النهائي بتساوي 10 نيوتن عايز مقدار القوة اللي بتجعل الجسم على وشك الحركة ورد الفعل العمودي تعالى كده معايا آه دي المستوى أفقي هو قال على مستوى أفقي خشن يبقى في احتكاك برافو عليكم وشدة بقوة طبعا الجسم ده كان وزنه 15 نيوتن يبقى طالما في وزن التحت يبقى في عكسه لفوق رد فعل برافو نيجي نقول بعد كده وشدة بقوة تميل على الأفقي بقى في قوة ميلة هنا على الأفقي ميلة بزاوية كام بزاوية 30 درجة آه طالما القوة ميلة يبقى لازم نروح نعمل لها عملية تحليل وكانت قوة الاحتكاك النهائي بتسوي 10 نيوتن طيب يبقى أنا في احتكاك نهائي في عكس اتجاه الحركة الناحية التانية وعايزنا جيب مقدار القوة ورد الفعل يبقى أنا دلوقتي تعالى نحط المعطيات بتاعتنا واحدة واحدة أنا دلوقتي الوزن بيساوي 15 نيوتن وبعدين القوة بتاعتي قاف بتساوي القوة بتاعتي قاف هيبقى رمزها قاف ولكن القوة دي ميلة بزاوية 30 درجة يبقى يهل ليه زاوية الميل بـ 30 ايه؟ درجة وبعدين قال لي ان قوة الاحتكاك النهائي 10 نيوتن فحكت بالنكاف بتساوي 10 نيوتن بيقول لي وجد مقدار القوة التي تجعل الجسم على وشك الحركة كلمة وشك الحركة يبقى في احتكاك يبقى ايزا حكتب هنا القوة بتساوي كام وعايز رد الفعل كمان ره بيساوي كام على طول قبل ما حل أنا ما قدرش حل المسألة والقوة دي ميلة كده لازم القوة دي تبقى أفقية أو رأسية يبقى القوة دي حتتحل المرة هنا في الجنب ده علشان الضلع ده الأفقي قافل مع القوة على الزاوية 30 يبقى فيه هنا قاف جاة 30 والناحية التانية مع رد الفعل يبقى عندي قاف جاة 30 كده أقدر أحط معادلات الاتزام بقت كل القوة عندي يا أفقية يا رأسية طب تعالى كده نقول بقى يبقى أنا عندي اليمين بيساوي الشمال فاكتب كده إن قاف جاة 30 بتساوي كاف وبعدين اللي فوق بيساوي اللي تحت خلي بالك إن اللي فوق مين ره وقاف جاة 30 يبقى أكتب إن ره زا إطقاف جاة 30 بتساوي اللي تحت اللي هي واو يبقى عندي ره زا إطقاف جاة 30 بتساوي واو كده أنا أقدر أجيب المطاليب اللي موجودة عندي في المسألة عن طريق معادلات الاتزام دي أروح جاة رايح واخد معادلاتي واخد معطياتي وأبدأ أعوض وأنا عايز مين عايز قاف طب ما تيجي ناخد المعادلة الأولى دي أول معادلة في معادلات الاتزام ونعوض فيها فحكتب كده إن قاف جاة 30 بتساوي كاف القاف بتاعتي لسه مجهولة فحكتب قاف طب والجاة 30 الجاة 30 دي بجزر 3 على 2 بتساوي كاف اللي بتساوي 10 نيوتن يبقى أنا دلوقتي عايز أطلع دول أطلعهم برهن بس خلي بالك إن جزر 3 على 2 دي مضروبة مش مجموعة طالما مضروبة اعكسها اعكسها هات المعكوس الضربي بره يعني تبقى قاف بتساوي العشرة في المعكوس الضربي بقى يبقى 2 على جزر 3 يبقى 10 في 2 على جزر 3 يبقى القوة قاف بتساوي 20 على جزر 3 وخلي بالك إن قوة الاحتكاك النهاية كاب بالنيوتن والوزن كمان كان بالنيوتن يبقى أكيد قاف حتطلع بـ 20 جزر 3 إيه 20 جزر 3 نيوتن أكتب هنا إن أنا جبت القاف بـ 20 جزر 3 يبقى أنا المطلوب الأولاني أنا حققته نيجي بعد كده نجيب ربض الفعل ما هو ربض الفعل موجود هنا في المعادلة التانية تعال ناخد المعادلة التانية ونكتب بقى إن ره زائد قاف جا 30 بتساوي واو يبقى أنا عندي الره اللي أنا عايز أجيبها زائد القاف اللي أنا لسه جايبها بـ 20 جزر 3 أعوض بيها في الجا 30 اللي هي بنص يبقى الجا 30 بتاعتي بنص بتساوي الواو اللي هي بتساوي 15 طبعا أنا كده يبقى ره زائد لما حضرب نص في 20 على جزر 3 حتديني 10 على جزر 3 يبقى بتساوي 15 يبقى أنا كده حاخد العشرة جزر 3 خلي بالك هنا ده هنا مجموعة يعني أجيب المعكوس الجامع بتاعها النحط التاني يعني أطلحها بره بعكس الإشارة يبقى الره حتساوي 15 ناقص 10 على جزر 3 ناقص 10 على جزر إيه 3 بالآل الحزبة بتاعتك تجيبها تلاقيها بتطلع بـ 9 و 23 من 100 استنى هو ده إيه دي رد فعل يعني قوة يعني لازم يكون لها تمييز برافو عليك يبقى 9 و 23 من 100 إيه نيوتن ويبقى كده أنا جبت إيه رد الفعل يبقى أنا كده حققت المطلوبين اللي موجودين عندي تعال ناخد مثال كمان على الإيه على المستويات الأفقية بيقول لي وضعت كتلة خشبية وزنها 6 سقل كيلو جرام على مستوى أفقي وروبطت بحبل يمر على بكرة آه ده فيه هنا حاجة جديدة يا مستر محمد طب تعال ما تخافش من المسألة وشوف بس إيه اللي حيترسم فيها ارسمها وهي حتحل نفسها وضعت كتلة خشبية مقدار وزنها 6 سقل كيلو جرام على مستوى أفقي وروبطت بحبل يمر على بكرة ملساء عند حرفة المستوى ويحمل في طرفيه الآخر وزنا مقداره 3 سقل كيلو جرام برضو يبقى أنا الكتلة بـ 6 سقل كيلو جرام والحمل الثاني بـ 3 سقل كيلو جرام ومعلق تعليقا حرا فإذا كان الجسم على وشك الحركة فأوجد رد الفعل العمودي للمستوى ومعامل الاحتكاك ورد الفعل المحصر المسألة هنا فيها حاجة جديدة بصولي كده أولاد عايزك تعرف ما تخافش من أي مسألة أنت قالك أن في دلوقتي بكرة فهو كل اللي يقصده إيه؟ كل اللي يقصده أن أنا كان عندي الجسم هنا موجود على مستوى أفقي والجسم ده ما كانش فيه قوة بتشده ولكن اتربط بحبل والحبل ده لف على بكرة يعني كان فيه هنا بكرة وربطنا الجسم ده بحبل والحبل ده بقى حر لتحت بس عشان أخلي الجسم ده على وشك الحركة يبقى يلازم فيه حاجة بتشده أيوة بتشده خلي بالك من كلمة بتشده ده عشان أحتاجها دلوقتي يبقى الجسم ده كان موضوع على مستوى أفقي وكان فيه هنا بكرة وأنا ربطت الحبل ودلدلته كده نزلته من البكرة فربطت هنا كتلة فبدأت الكتلة دي تشد الحبل الأسفل لما الكتلة دي حتشد الحبل الأسفل يبقى إذن الجسم ده ممكن يتحرك أو يكون على وشك الحركة جسم مربوط بحبل الحبل ده لافف على بكرة والبكرة نازل منها حبل يبقى الكتلة اللي هنا حتشد الحبل وهي بتشد الجسم بيتحرك الكتلة بتنزل لتحت وأثناء ما الكتلة بتنزل الجسم بيه بتحرك طب أنا عامل إيه بقى مستر محمد دلوقتي أنت أقيل لي من شوية إن اليمين بيساوي الشمال واللي فوق بيساوي اللي تحت طب إيه بقى الكتلة الجديدة تعامل مع اللي موجودين هنا برضو على إن فيه فوق وفيه تحت الحبل ده فيه شد الشد اللي في الحبل ده أكيد بيساوي الكتلة اللي متعلقة يبقى الكتلة اللي متعلقة عملت شد في الحبل مش إحنا عارفين إن القوة اللي موجودة عندي فيه قوة شد وقوة ضغط وقوة رد فعل مش كده يبقى الكتلة اللي نزلة لتحت دي اللي نزلة بحركة رأسية دي قوة هي اللي مؤثرها بالشد على الحبل أخد الشد ده ويبقى هو ده الشد اللي بيشد بيشد الجسم عشان يخليه على وشك الحركة تعالى نرسم الكلام ده ونشوف المسألة حتتحل إزاي نبص كده مع بعض وضعت كتلة خشبية 6 سقل كيلو جرام على مستوى أفقي وربطت بحبل تعالى نعمل كده هنا المستوى والجسم الآن دي المستوى أفقي لأنه هو قال مستوى أفقي وحطينا عليه الجسم والجسم ده كان وزنه كده طبعا بما إن أنا عندي هنا كتلة وقال لي تاني وزن تاني كتلة تانية يبقى لازم أقول على دي واحد اللي هي بتسوي 6 سقل كيلو جرام وأكيد طالما في وزن الأسفل فيه لفوق رد فعل طيب دلوقتي بيقول لي الكتلة التانية دي بقت متعلقة بحبل فاحنا حنيجي ده الحبل اللي هيشد الجسم وبعدين حنركب هنا البكرة اللي قال عليها ومعلق تعليقا إيه حرا تاني بص معايا كده وضعت كتلة خشبية 6 سقل كيلو جرام على مستوى أفقي وربطت بحبل يمر على بكرة قادي الجسم اللي وزنه 6 سقل كيلو جرام اتربط بحبل ومر على بكرة البكرة دي بقى قال إيه بكرة ملساء يعني ما فيش احتكاك عشان ما حدش يقول إن فيه احتكاك تاني هنا حنزل من البكرة دي بقى حبل متعلق فيه ثقل اهو الثقل ده مقدره 3 يبقى أنا عندي واو واحد هنا بتساوي 6 وده بيساوي ايه بيساوي 3 طيب أنا دلوقتي تعليق حر عايز أجيب رد الفعل وطبعا قال لي هنا إن الجسم على وشك الحركة يبقى فيه احتكاك فعلى طول حتقول لي إن بقى فيه هنا شد في الخط والشد اللي موجود هنا أكيد برضو موجود هنا آه الناس بدأت تاخد بالها دلوقت إن الوزن ده سبب شد والشد ده موجود في الخط والشد ده اللي حيحرك الجسم طالما الجسم ده على وشك الحركة في الاتجاه الشد ده أكيد فيه عكسه وراء قوة احتكاك نهائي طب هو طالب مني ايه طالب مني رد الفعل العمودي اللي هو اللي الفوق ده وطالب مني معامل الاحتكاك ميم وطالب مني رد الفعل المحصل اللي احنا بنجيبه بالجزر اللي هو كأنه محصلة قوة تعال نعمل الهامش ونكتب المعطيات اللي موجودة عندنا يبقى أنا عندي واو واحد بستة سقل كيلو جرام وعندي واو اتنين بتلاتة سقل كيلو جرام وبعد كده اللي مطلوب دول اللي موجودين عندي بس كمعطيات وطالب مني رد الفعل وطالب مني معامل الاحتكاك ميم وطالب مني رد الفعل المحصل تعالى اول حاجة علشان نحل بكل سهولة نحط معادلات الاتزان اي قوتين متضادتين وكل واحدة في اتجاه قول ان دي بتساوي دي اي حاجة الفوق بتساوي اللي تحت زي الره وزي الواو واحد زي الشين وزي الواو اتنين واي حاجة رايحة في اليمين بيتساوي اللي رايحة في الشمال زي الشين وزي الكاف وطبعا ده لان الجسم على وشك الحركة والمستوى هنا كان خشن عشان فيه احتكاك تعالى نقول معادلات الاتزان نمرة واحد في معادلات الاتزان حقول ان الشد اللي طالع لي فوق ده او الشد اللي موجود فوق بيساوي الوزن واو اتنين اللي موجود تحت وده طبعا بيساوي كام 3 سقل كيلو جرام تاني معادلة من المعادلات حقول ان شين اللي في اليمين دي بتساوي كاف اللي موجودة في الشمال اه خلي بالك هي مش الشين دي اساسا بقت بتلاتة يبقى اكيد الكاف دي كمان بقت بكام بقت بتلاتة مظبوط كده ده المسألة بدأت تحلي نفسها مستر محمد ايوا يبقى هو كل اللي مطلوب منك ان انت لما حترسم الرسمة حتحط معادلات الاتزان معادلات الاتزان دي هاللي بتحلي المسألة فنيجي بعد كده اخر حاجة انا قلت ان الشين بتساوي واو وقلت ان الشين بتساوي كاف بعد كده كل اللي فاضل ان ريه بتساوي ايه؟ بتساوي واو يبقى ريه بتساوي واو واحد اللي بتساوي 6 سقل كيلو جرام اه يبقى ده اول مطلوب اتحقق عندي لوحده الره رد الفعل بقى بيساوي 6 سقل كيلو جرام طب انا دلوقتي محتاج ان انا جيب معامل لاحتكاك ورد الفعل المحصل اروح جايه ايه لان معامل الاحتكاك مش احنا عارفين ان كاف بتساوي ميم ريه يبقى الميم بتساوي كاف على ريه يبقى الميم بتساوي كاف على ريه يبقى بيساوي الكاف انا لسه جايبها فوق اهيه لما قلت ان الشين بتساوي كاف قلت ان الكاف بتساوي 3 وره رد الفعل بتساوي كام 6 يبقى دي بتساوي 6 3 على 6 يبقى بتساوي كام يبقى بتساوي نص استنى مستر محمد ده فعلا الكلام اللي انت قلته في بداية الحلقة لما كنا بنقول ان معامل الاحتكاك دايما اقل من الواحد الصحيح يبقى انا كده حلل المسألة بتاعتي صح لو معامل الاحتكاك طلع اكبر من الواحد الصحيح او واحد يبقى المسألة بتاعتي فيها غلطة او انا حسبت حساباتي فيها حاجة غلط يبقى معامل الاحتكاك بيساوي كاف على ريه يبقى بيساوي 3 على 6 يبقى بيساوي نص يبقى انا كده حققت المطلوب التاني اللي هو ميم ان ميم بقت بتساوي ايه بتساوي نص تعال ناخد كل معطياتنا ونروح نكمل انا جبت له ان ريه بتساوي 6 وجبت له ان ميم بتساوي نص تعال احنا عايزين نجيب رد الفعل المحصل رد الفعل المحصل هنا ولا دل ولي موجود هنا يعني دي محصلة قوتي متعامدتين يعني انت لو مش فاكر القانون بتاع رد الفعل المحصل على طول تقول ان القوة المحصلة هنا بتساوي الجزر التربيعي للقوة دي زائد الجزر التربيعي اسف الجزر التربيعي للقوة دي تربيع ريه تربيع زائد كاف ايه تربيع يبقى انا دلوقتي رد الفعل المحصل اللي هو ريه شرطة بيساوي الجزر التربيعي لره تربيع زائد كاف تربيع يبقى ريه شرطة بتساوي الجزر التربيعي ريه احنا جايبنا بكم؟ جايبنا بستة يبقى ستة تربيع او ستة قس اتنين زائد الكاف كانت موجودة بتلاتة يبقى تلاتة قس اتنين يبقى الكلام ده كله حيساوي ستة وسبعة من عشرة طب ويبقى لها تمييزة مستر محمد ولا مالهاش تمييز اكيد لها تمييز لان دي قوة قوة محصلة هو ان الاوزان او القوة اللي موجودة عندي كانت طالعة بالايه طالعة بالسقل كيلو جرام يبقى اكيد الستة وسبعة من عشرة برضو تطلع بالسقل كيلو جرام ويبقى انا كده حققت جبت ره بتساوي ستة سقل كيلو جرام وده كان المطلوب الاول وجبت ميم بتساوي نص وده المطلوب التاني وجبت القوة المحصلة بتاعتي اللي هي ستة وسبعة من عشرة وكان ده المطلوب التالت كده اولاد حنبدأ ننتقل الى شكل تاني من اشكال المساج كل المسائل اللي احنا حلناها دلوقت هي مسائل كانت على مستويات افقية كانت مسائل على مستويات افقية مستوى افقي يعني مثلا انا عندي هنا ده الجسم والجسم ده بيتحرك كده يبقى كده جسم على مستوى افقي والمستوى خشن يبقى فيه احتكاك يبقى لازم اخلي بالي من ايه اخلي بالي من كلمة ان انا عندي الجسم على وشك الحركة أو إن المستوى خشن يبقى كده حقد رئيس الاحتكاك اللي موجود عندي طبعا مستر محمد إحنا محتاجين ناخد إيه تاني أو نعمل إيه تاني طيب أنا هفكرك الأول إحنا عملنا إيه الأول لما كان عندي قوة بتشد الجسم وفيه عكسها قوة احتكاك نهائي عشان الجسم على وشك الحركة أو إيه إن كان فيه خشونة ما بين المستوى وما بين الجسم فقلت إن اليمين بيساوي الشمال ولما كان فيه وزن للأسفل وكان له رد فعل الفوق فقلت إن الفوق بيساوي لتاحت طيب لو عندي القوة ميلة القوة دي لازم تتحلل لأن أنا بشتغل مع الحاجة أفقية ورأسية طبعا مستر محمد دلوقتي افرد إن المستوى ده ما كانش مستوى أفقي كان مستوى مائل آه هنا بقى حتكون عندي مشكلة ليه؟ المستوى ده لو مائل القوة بتاعت بتاعت أي جسم بتأثر رأسي كده ولما بتأثر رأسي كده تحت تأثير الجاذبية الأرضية كده ما بقتش متعمدة مع المستوى المائل يبقى لازم القوة خل بالك لازم القوة أنا لما كنت شغال على مستوى أفقي كان عندي قوة واحتكاك نهائي كلهم ماشين كده ممسين للمستوى يعني لما المستوى يبقى مائل دلوقتي لازم القوة لتكون شدة الجسم وقوة الاحتكاك النهائي لازم يكونوا برضو مسين للمستوى ما عنديش مشكلة طب أنا دلوقتي عرضت مشكلة تانية وهي إن أنا وزن الجسم حيبقى نازل كده عمودي على الأرض بتحت تأثير الجاذبية الأرضية ما هي القوة دي كده وهي نازلة كده مش هتبقى عمودي على المستوى أنا حقول إن رد الفعل عمودي على المستوى ده أكيد لأن الجسم بيأثر على المستوى المائل فبيرد عمودي عليه إنما الوزن بقى هعمل بي إيه آه هتبقى دي المشكلة بتاعتي وأكيد طالما ده كده مائل على المستوى مش عمودي على المستوى لازم أروح أحلل الوزن ده ولما حلل الوزن ده أشوف المركبتين بتوعه موجودين فين المركبة طبعا دول مركبتين متعامدتين مركبة في اتجاه ومركبة في اتجاه تاني والمركبتين دول حيكون ما بينهم تسعين درجة يبقى أنا كده لازم أخلي بالي من إذا كان المستوى بتاعي مستوى أفقي ولا إذا كان المستوى بتاعي مستوى مائل واشوف اتجاه كل جزء ما أنا ممكن برضه يكون الوزن هو مائل على المستوى وتكون القوة كمان مائلة على المستوى فلازم أشوف أي حاجة ما هيش ممسية يعني في اتجاه المستوى أو الاتجاه أكبر ميل في المستوى أو عمودية على المستوى وأروح أعمل لها عملية تحليل تعالوا نشوف مع بعض مثال ليه المستوى المائل نبص كده مع بعض بيقول لي هنا وضع جسم مقدار وزنه أربعة نيوتن جسم مقدار وزنه أربعة نيوتن على مستوى مائل خشن يميل على الأفقي بزاوية قياسها تلاتين درجة المستوى بيميل تلاتين درجة أثرت على الجسم قوة مقدارها خمسين نيوتن تعمل في خط أكبر ميل المستوى يعني القوة كانت بتسحب المستوى الأعلى ولأعلى فإذا كان الجسم على وشك الحركة بص كده من أول الحلقة وانا عمالة أقول لك خلي بالك من كلمتين مهمين الكلمة الأولى أن يكون خشن والكلمة التانية أن يكون على وشك الحركة ليه؟ لأن كان تعريف قوة الاحتكاك النهائي أن قوة الاحتكاك النهائي هي النسبة ما بين الرد الفعل وهي القوة الاحتكاك النهائية القوة اللي بتجعل الجسم على وشك الحركة قوة الاحتكاك النهائي كانت القوة اللي بتجعل الجسم على وشك الحركة وكانت قوة الاحتكاك النهائي بتسوي حاصل ضرب معامل الاحتكاك في رد الفعل العمودي ثاني وضع جسم مقدار وزنه 4 نيوتن على مستوى ماء الخشن يميل على الأفقي بزاوية قياسها 30 درجة أثرت على الجسم قوة مقدارها 50 نيوتن تعمل في خط أكبر ميل للمستوى ولأعلى يعني بتسحب الجسم الأعلى فإذا كان الجسم على وشك الحركة عين نمرة واحد قوة الاحتكاك اللي هو قوة الاحتكاك النهائي نمرة اتنين معامل الاحتكاك تعالوا واحدة واحدة أنا حاخد المعطيات وحرسم الرسمة بيقول لي أن الجسم هنا على مستوى مائل والميل ده بيساوي 30 درجة المستوى هنا بيميل على الأرض أو بيميل على الأفقي بزاوية 30 درجة طيب يبقى الوزن بتاعي هنا قال لي أن الجسم ده وزنه 40 نيوتن طيب وبعدين أثرت عليه قوة قياسها 30 قوة القوة دي مقدارها 50 نيوتن يبقى حكتب هنا أن قاف بتساوي 50 إيه؟ 50 نيوتن تعمل في خط أكبر ميل القوة هي طالعة لغاية أكبر ميل طالعة لفوق أكيد بقى دلوقتي طالما الجسم على وشك الحركة فأنا هحط بقية الحاجات اللي موجودة يعني أنا مثلا عندي طالما ده بيتحرك لفوق والجسم على وشك الحركة والمستوى ده مستوى خشن يبقى فيه أكيد فيه هنا قوة احتكاك نهائي طيب الوزن هنا دلوقتي بقى مش عمودي على المستوى الوزن هنا لو عمودي على المستوى يبقى جاي شكله كده وطبعا الوزن لازم ينزل في الاتجاه ده لأن الوزن ده دلوقتي الوزن ده دلوقتي يا جماعة تحت تأثير الجاذبات الأرضية فلازم ينزل عمودي على الأرض وبما أن المستوى ميل يبقى أكيد الوزن ده مش عمودي على المستوى دلوقتي طيب ارجعوا لي كده ثانية علشان عايز أقولك حاجة مهم هو أنا دلوقتي لو دي عربة والعربة دي موجودة على مستوى أفقي الوزن بتاعها هنا مؤثر عمودي لما حيكون في قوة لمحرك العربة وبتبدأ تشدها فأنت عندك الوزن هنا بيأثر بقمته بس يعني العربة دي مثلا لو عشرة نيوتن اللي بيدايق القوة وهي بتشد العشرة نيوتن واللي احتكاك ما بين العجلات والطريق طب هو لو الجسم ده بقى ميل لفوق هل الوزن بقى مؤثر بالعشرة نيوتن بس؟ واحد يقول لي هي وزنها عشرة نيوتن إيه اللي حيزوده يعني؟ هقول لك على حاجة بسيطة احنا لو جبنا القلم ده وجبنا حاجة كده ميلة صينية مثلا أو طرابيزة وميلناها الطرابيزة دي وهي أفقية وأنا حطيت القلم كده هيثبت مكانه مش هتحرك طب لو أنا ميلت الطرابيزة دي شوية كده هيبدأ القلم يتحرك ببطء شوية خلي بالك أنا قلت ميل بسيط فحيبدأ يتحرك ببطء شوية طب أنا لو ميلت الطرابيزة دي قوي وحطيت القلم حتلاقي إن القلم بيإيه؟ بيجري إيش معنى بقى في الأول قلتلي إن القوة دي هي إيه اللي حيزودها ودلوقتي قلتلي إن القلم كلما ارتفع الميل سرعته بتزيد آه لأن القوة هنا ما بقتش قوة قف بس دباقة قوة وفي زاوية ميل بتأثر عليها عشان كده قلتلك إيه؟ إن أي قوة أو وزن ما هوش متعامد على المستوى لازم تعمل فيه إيه؟ لازم تعمله عملية تحليل لأن لما أقول قاف لوحدها بتأثر علي الجسم أو واو لوحدها بتأثر علي الجسم اللي هو الوزن غير إما أقول إنها واو جاة تلاتين أو واو جتا تلاتين يعني أنا ضربت الواو والوزن في حاجة تانية ممكن تكون زيادة وممكن تكون أقل بس إحنا عارفين طبعا أكيد كلما الميل ده حيكبر كلما القوة لقوة الوزن قوة التساقل هتبقى تقريبا زيادة هتاخد الجسم وتنزل به وخلي بالك إن فيه هنا قوة بتشد الجسم الأعلى إنما ممكن الجسم ده يتحرك تحت تأثير وزنه بس طالما المستوى مايل فتأكد دايما في المسألة إذا كانت لما تكون بالذات المسألة فيها مستوى مايل إذا كان فيه قوة بتشده ولا طبعا قوة بتشده وبحيتحرك لأعلى إنما ممكن يكون الجسم بتحرك تحت تأثير وزنه يبقى حيتحرك لإيه؟ لأسفل وطبعا لو تحرك لأسفل الكاف اللي هي قوة الاحتكاك النهائي دايما ولازم تكون عكس اتجاه الحركة تعالوا نرجع نكمل حل مسألتنا نبص كده مع بعض دلوقتي عندي الجسم قدامنا بقى موجود هنا على مستوى مائل ومجدود بقوة الأعلى وأكيد عكسها قوة احتكاك نهائي الوزن بقى موجود لأسفل وأكيد الوزن دا كده ما بقاش عمودي على المستوى فحروح أعمله تحليل بس فيه ربض فعل عمودي على المستوى يبقى أنا الوزن دا ححلله طب هو مش المستوى مائل بزاوية 30 درجة يبقى الواو دي كمان تتحلل بزاوية 30 درجة فأقول إن فيه هنا واو جتا 30 والنحية التانية هنا أقول واو جا 30 وبالتالي طالما الجسم دا على وشك الحركة أحط بقى معادلات الاتزام بتاعتي وأقول إن اليمين بيساوي الشمال واللي فوق بيساوي اللي تحت فيبقى عندي معادلات الاتزام أنا محتاج أجيب قوة الاحتكاك النهائي ومعامل الاحتكاك معادلات الاتزام بتاعتي أقول إن قاف بتساوي كل اللي في اليمين اللي هو كاف زائد واو جا 30 يبقى كاف زائد واو جا 30 وبعدين أقول إن اللي فوق بيساوي اللي تحت يبقى عندي ره بتساوي واو جا 30 كده من المعادلتين دول أقدر أجيب أي حاجة مش أنا محتاج كاف يبقى أروح على المعادلة اللي فيها كاف واروح أعوض فيها خدت معادلاتي ومعطياتي وقلنا حنقول هنا إن قاف بتساوي كاف زائد واو جا 30 هعوض عن القاف بخمسين وأقول بتساوي كاف اللي أنا عاوز أجيبها زائد الواو بتاعت اللي بتساوي 40 مضروبة في الجا 30 والجا 30 اللي هي بتساوي نص يبقى أنا عندي دلوقتي 50 بتساوي كاف زائد 40 في نص يبقى بعشرين طبعا حاخد العشرين وعديها من يساوي بعكس الإشارة يبقى عندي هنا 50 ناقص العشرين يبقى بتساوي كاف إذن الكاف عندي بقت بتساوي 30 نيوتن 30 إيه نيوتن تعال نجيب معامل الاحتكاك وكده حجيب معامل الاحتكاك بتاعي فحقول إن معامل الاحتكاك هنا ره بتساوي واو جا 30 يبقى الواو ب40 والجا 30 بجزر 3 على 2 بقت الره بعشرين جزر 3 حقول إن الكاف بتساوي ميم ره يبقى الكاف بتلاتين والميم اللي أنا عايز أجيبها مضروبة في اليابة عشرين جزر 3 يبقى الميم بتساوي 30 على عشرين جزر 3 ويبقى الميم هنا بدون تمييز كده يا أولاد يبقى احنا خدنا يعني احتكاك وحلينا مسائل عليه وبإذن الله إذا كنتوا عايزين تحضروا معنا وتشوفوا حلقات مفيدة جدا حتقدروا تجاوبوا بيها كل الأسئلة اللي بتدور في بالكو تابعونا على قناتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتنتظرونا في الحلقة القادمة بإذن الله إلى أن أراكم بإذن الله أترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته